شو رأيك نأخذ يعني زي جولة لأنه الكتاب يتكلم عن الحمل حتى قبل خطية آدم وحواء فخلينا نبتدي من الأزل يعني طبعا فهمنا محدود في هذا الموضوع ولكن أدركنا أنه كانت في فكر الله في العهد الجديد وبعدين من روح في جولة يعني بالعهد القديم نتكلم عن الذبائح في الأزل رسالة بطس الرسول الأولى الأصحى الأول لما الرب بيكلم الشعب عن بيقول لهم أفتديتهم لأنكم أفتديتهم لا بأشياء تفنى بفضة أو تهاب من سيراتكم البطلة التي تقلتتموها من الأباء أما الأفتدهم بإيه أفتديتهم بدم كريم كما من حمل بلعيب ولا دنس مين؟ دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم يعني قبل ما يكون فيه عالم قبل حتى ما تدخل الخطية الرب لم يفاجأ بشيء الله لا يفاجأ بشيء الله كلي العلم من الأزل عارف أن الخطية حدد تدخل وسمح هو ما كانتش فيه هو اللي رتب لدخول الخطية لكن سمح بيها لأنه هيطلع منها خير كتير قوي فكان الحل موجود موجود عنده من الأزل الحمل الكريم اللي مفهوش عيب يعني وأنت بتتكلم راح زهني مباشرة وأكيد يعني أنت عارف الموضوع مكتوب في عبرانيين 9 آية 12 وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا بعدين بيتكلم عن الكونترست المقارنة بس في آية 14 بقول فكان بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يعني بيتكلم عن دم المسيح بروح أزلي يعني إذا ممكن تتضح لنا وفي مظمور أربعين لم يقولها أنا إذا أجيء بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي السرر فالمسيح من الأزل كان موجود وفي علاقة الأقانيم الثلاثة الله واحد أحسن حدف تكرينا نحن بنعبد الثلاثة إليها الله واحد مسلس الأقانيم واحدة جامعة وكان فيه أحاديث بين الأقانيم الثلاثة في الأزل وكان في غرفة المشهورة الإلهية في الأزل كان معروف أن الخطيئة ستطلق معروف طب والحل والحل جاهز والابن عنده أستاذ قال أنا إذا أجيء بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي السررر وفي ملء الزمان دخل لكي يحل مشكلة الخطيئة فالحمل اللي يفدي كان موجود من الأزل وكانت فكرة الفداء موجودة يعني مش في الزمان لما دخلت الخطيئة والرب قال لها قاعد يفكر أعمل إيه أعمل إيه أتصرف إزاي دلوقتي يعني كأنه تفاجأ في الموضوع كأنه تفاجأ مفيش مفاجأتها عم الله لا يفاجأ والمسيح لم يفاجأ والخطيئة دخلت والحل موجود بس في الوقت المعين لما يعني لما يتبرهن تماما فشل الإنسان مش عند الله ما الرب عارف إن إنسان فشل لما الإنسان يتأكد إنه ما فيش أمل إنه يعمل لنفسه حاجة وحتى النموس كان مؤدبنا إلى المسيح النموس بيقول أنتم ما تنفعوش أهو أبسط امتحان أنتم فشلتوا فيه ما تروحوا للمسيح ما تروحوا للمسيح فكأن كل حاجة بتزقنا إنه نروح نحتمي في دم الحمل اللي قدم نفسه والفكرة لم تفاجأ لما نمسك الخيط من أول سفر التكوين إلى سفر الرؤية فكرة الزبيحة الكاملة الكافية التي تقدم مرة وحدة وتقبل وإلى الأبد وترضي الله وتنهي غضبه وتجعل الله بارا وهو يبرر الفجر الله يبقى بار وهو بيبرر الفجر لأن الزبيحة دي أشبعته تماما وأنهت غضبه وسددت مطاليبه وعوضت عن الإساءة ده فكرة يملأ الكتاب كله أكيد وطبعا هون بالحالة التانية خلينا نقول ندخل الزمن الزمن لأول ذكر مثل ما حضرتك ذكرت أنه موجود في تكوين أنه الله صنع أقمصة من جلد وإزاي كيف يعني صنع لازم يكون في ذبيحة وهو نقدم أو أعطى الوعد ما يسمى الوعد المسياني عن يسوع المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان ويسحق رأس الحية اشتركوا في القناة